عبدالرهاب العيسى ضد سقاط القرص نعم نعم ممكن أسمع له في هذا اللقاء ما أبي أسمع تفاصيل أو كلام سياسي وايد أبي أعرف قصة ما في دولة في العالم ممكن أنها تستمر 20 و 30 و 40 سنة بنفس السياسات وتقع تشوف وضع اقتصادي خطير وضع اقتصادي خطير جدا 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 أنت ما تقدر توظف الناس ولا تقدر تبني بيوت حق الناس هذا الكلام اللي أنا قاعد أقول لها عبدالرحمن أرقام هذا ما فيها رأي ورايك وقلت له سمو الرئيس إذا كلامي خطأ يقول لي كلامك خطأ ومعلوماتك بغلوطة ما قال لي؟ قال لي كلامك صح قلت له لو تشكل أفضل حكومة في العالم لا يمكن أن تصنع لكل الكويتيين وظيفة في الجهاز الحكومي هنا الناس هؤلاء يقولون ما نشوف يفسر أخيراً تسمت ايه من البداية وزع على الناس ما عندي مشكلة لكن لازم نوزع على أساس فني سليم مو على أساس سياسي وشعبه ما يصبح هنا مثل ما صار في جسر جابر أن أنا أبني جسر كلفني مليار وأخشي على بر فتكون التكلفة بالماينس أنا أحمد النواص أعطيك وزارة مالية وما رح أقبل مساك الله بالخير بو فهد يا حلم الله يحييك ترى الناس هؤلاء يقولون ما نشوف يفسر أخيراً تسمت ايه من البداية بو فهد الصراحة يعني تجربتك في الانتخابات أو تجربتك من الكناء في البرلمان كانت بالنسبة لي مهمة ليش أنا واحد من الشباب اللي يهمني أداء نواب الشباب داخل وخصوصاً التجربة الأولى كانت لك وعدني أنك كنت قبل إعلامي ناجح وتبالك الرحمن حتى بالتجارة والبزنس ناجح فعدني أنك شخص عملي وتنجز وعارف ما شاء الله شون تخطي خطواتك دخلت إلى مجلس الأمة فبهذا اللقاء ما أبي أسمع تفاصيل أو كلام سياسي وايد أبي أعرف قصة اليوم أبي أسمعانا من عبدالوهاب العيسى قصة من أول يوم دخل إلى هذا المجلس إلى تم إبطال المجلس أي شيء قبله ما يهمني وأي شيء بعد الإبطال صراحة ما يهمني فمستعد تقولنا قصة من دخولك أول يوم إلى البرلمان نعم طبعاً بداية مشكور أخي عبدالرحمن على هذه الاستضافة وأنا سعيد أني أكون يعني متواجد معاك اليوم بلا شك تجربة عبدالرحافي مجلس الأمة تجربة يعني كان فيها وراها قصص كثيرة ودي أنقلها للناس يمكن كثير من الناس ما تعرف شنو اللي حصل خلف كواليس مجلس 2022 من أمور إيجابية ومن أمور سلبية أول تحدي واجهته في مجلس 2022 هو خيبة الأمل في أول حكومة شكلها الشيخ أحمد النواف اللي سقطت بعد 48 ساعة فقط إذا تذكر ويذكر المشاهد أول حكومة شكلها الشيخ أحمد النواف لمجلس 2022 سقطت بعد 48 ساعة أنت داش المجلس بكل حماس واعد الناخبين بأمور تسويه داخل المجلس مع الحكومة وأول حكومة بعد 48 ساعة باي باي طبعا هذه كانت صدمة كبيرة لأن أغلبية الأسماء اللي شاركت في هذه الحكومة كانت من ضمن حكومة الشيخ صباح الخالد وتذكر من سبقنا في مجلس 2022 مجموعة من النواب اللي قادوا الاعتصام ورفعوا شعار رحيل الرئيسين وكانوا يأملون بمجلس جديد حكومة جديدة رؤساء جدد للسلطات فلما تحقق كل هذا الأمر وبعدها يأتي رئيس الوزراء بحكومة غالبية تعضاها من نفس حكومة صباح الخالد فكان هذا أمر مخيب للأمور وأتت ردة فعل شعبية غاضبة وتجاوب سمو الرئيس بشكل إيجابي مع هذا الأمر وما مكن هذه الحكومة من القسم أمام صاحب السمو وأعاد تشكيل الحكومة هنا أذكر أن شكت لك صورة بتويتر قاعد مع سمو الرئيس بروفي بعد ما سقطت حكومة شيخ نوافل أحمد النوافل الأولى طلبوا أن يقابل مجموعة من النواف فقابلته ورحت وقاعدت معه وقيت له ولا تسمح تقول لنا اللي صار يعني وقيت له وقيت له بالنهاية ردود فعل الناس الغاضبة تجاه حكومتك الأولى طبيعية لأن الناس أحبطت من المرحلة السابقة وبنت آمال كبيرة على مجلس 2022 خطاب 226 كان لإنعكاسات إيجابية على الناس وحتى في سلوكهم السياسي في التصويت غيروا لك أغلبية أعضاء مجلس 2020 نخبة سياسية جديدة فحبطنا صراحة بهذه المجموعة اللي ينعم فيهم كأشخاص لكن احنا أكيدنا بدماء جديدة وقيت له قيت له على الصعير الشخصي في عندنا أكثر من ملف لازم أن تبنى ولازم نستعجل فيه على رأس هذه الملفات هو إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني والميزانية العامة للدولة وسياستنا المالية لأن هذا هو الأساس وهذا هو شريان الحياة وهذا الأساس اللي الدولة كلها وكل مؤسساتها تشتغل عليه لما تكون فيه اختلالات عندنا كبيرة في الميزانية العامة للدولة ما نقدر نبني بيوت ما نقدر نوظف الناس ما نقدر نبني بدوية فيه خلل كبير في الميزانية العامة للدولة وهذا كان خطابي الانتخابي وهذا كان خطابي طول عمري لما أطلع بندوات وأطلع بمقابلات لأن أدري هذا العكاسة رح يكون سلبي ورح أفصل إن شاء الله في المقابلة معاك اليوم بأن أزمة الأدوية، أزمة الشوارع، أزمة التوظيف، أزمة الإسكان كلها لو نأخذها رح نرجع إلى شح السيولة وتعثر تدفقات الأموال بشكل جيد لهذه المؤسسات يومنا فلم منك أن الكويت ما فيها فلوس أو لا؟ الكويت فيها شح سيولة كبير بعد عجوزات كبيرة صارت من 2013 إلى يومنا هذا يمكن آخر سنة شوي تعدى الوضع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فنحن عندنا إشكالية كبيرة وإشكالية سيولة كبيرة في تدفقات الأموال نتيجة تنهيار أسعار النفط فاللي قلت لأيها قلت لأعطيك على سبيل المثال السياسة الإسكانية في الكويت عدد طلبات الإسكان 150 ألف طلب إسكاني الحين تكلفة البنية التحتية لمدينة مثل مدينة جنوب سعد على سبيل المثال فيها 25 ألف وحدة سكنية القيمة التقديرية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بحدود الخمسة مليار دينار هذا قاعد أقول لحق رئيس الوزراء قلت لأنا ما رح تقدر تحلز من الإسكانية قلت لأسمو الرئيس ما رح تقدر تحلز من الإسكانية وفق السياسة الحالية ما رح تقدر توظف الكويتين وفق السياسة الحالية وأنا رح أثبت لك ورح أقول لك بالأرقام وبالأدلة وقلت له مدينة جنوب سعد اليوم هي مطروحة 25 ألف وحدة سكنية تكلفة البنية التحتية خمسة مليار دينار كويتي بين تكاليف بنية تحتية وبين تمويل المواطنين ويبنون بيوتهم في هذه المدينة خمسة مليار على 150 ألف وحدة سكنية احنا محتاجين تقريبا 30 مليار دينار كاش توفر اليوم علشان نبني الوحدات السكنية اليوم علشان نقدر بعد عشر سنوات نسكن 150 ألف مواطن كويتي واليوم اللي إحنا رح نحتفل في أن إحنا حلينا الأزمة السكنية بعد عشر سنوات هذا لو على فرض أن ما تأخرنا ولا يوم في التنفيذ وهذا مستحيل في الكويت لكن أنا بافترض أن ما تأخرنا ولا يوم ويبنى أكبر الشركات العالمية ونفذنا وقاعد أفترض أن الفلوس موجودة 30 مليار طبع الفلوس ما هي موجودة 30 مليار كاش بعد عشر سنوات بعد عشر سنوات لما أنيو نحتفل بنهاية أزمة السكن في الكويت رح يكون عندك أكثر من 100 طلب أكثر من 100 ألف طلب اسكاني جديد عدد الكويتين اللي يتزوجون سنويا 10 ألاف تقريبا هذا اليوم يعني بعد خمسة وستة سبع سنوات رح تزيد هذا بالنسبة رح نوصل 11 ألف بالسنة 12 ألف بالسنة فأنت تحتاج غير 30 مليار دينار كاش اليوم لازم تبني أكثر من حاجتك علشان تقدر بعد عشر سنوات فعلا تحل الأزمة الإسكانية 250 ألف إلى 300 ألف وحدة إسكانية جديدة يعني أنت يا سمو الرئيس لازم توفر الميزانية العامة كاش حاضر اليوم بالحد الأدنى من 50 إلى 60 مليار دينار كاش عشان تحل المشكلة الحين عشان تحل الحين مع التضخم اللي يصير في عدد طلبات الإسكان خلال عشر سنوات القادمة وهذا الكلام اللي أقوله عبد الرحمن هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله عبد الرحمن أنا أرقام هذا ما فيها رأي ورايك فأنتك أعطينا نمبر هذا أعطينا نمبر هذه مشكلتنا بعد عشر سنين وقلت له سمو الرئيس إذا كلامي خطأ يقولي كلامك خطأ ومعلوماتك بغلوطة ماذا قال لك؟ قال لي كلامك صح كلامك صح؟ كلامك صح وقلت له إراداتنا من النفط لا تتجاوز عند السنوات السابقة الـ 25 مليار دينار نحن نبيع نفط ونسكر رواتبنا وتكاليف الصيارة وتكاليف تشغيل الدولة يعني من 2013 إلى 20-20 عجوزات مالية بالماينس كنا ففضينا أصلاً الاحتياطي العام وقلت لصندوق الأجيال ما رح نسمح لك الجيسة صندوق الأجيال الكويتي قيبته تقريباً اليوم 700 مليار دولار 200 مليار دينار ما أقدر أنا أصرف مننا ديون أسحب مننا 50-60 مليار دينار عشان أحل الأزمة الإسكانية لأن الصندوق السيادي له أهداف أخرى رح نسولف عنها إن شاء الله في المحاور القادمة لدينا صندوق السيادي نحن ما لابن جيسة ما لابن جيسة وهو عنده عجوزات الحكومات السابقة عندنا عجوزات الحكومات وما عندنا سيولة نحن عندنا 150 ألف مواطن كويتي قلت لأ الناس سبو الرئيس تقول أنتو يا حكومة ما توفرون الأراضي ما توفرون أراضي أطرح أراضي تنحل أزمة الإسكانية وهذا الكلام مصحيح وأنتو ما قاعد تقولون حق الناس بشكل جيد أن مشكلتنا مشكلات كاش و سيولة مو مشكلات أراضي وهذه معلومة يمكن كثير من الناس ما تعرفها تعرف بأن الدولة مخصصة أكثر من 250 ألف وحدة سكنية موجودة اليوم كأرض موجودة حق الرعاية السكنية يعني إحنا اليوم عندنا عدد أراضي متاحة وجاهزة نبنيها بس حق 250 ألف وحدة سكنية أكثر من عدد طلبات الإسكانية فناقصنا الكاش ليش عندنا أزمة إسكانية مو لأننا ما عندنا أراضي لأننا ما عندنا كاش علشان نقدر البنية التحتية والإنفراس سكتر عندما قلت لها المشكلة اعترف في وجود المشكلة وقالك سح اعترف في وجود المشكلة فقلت لسمو الرئيس من الآن نقول لك إذا بتقعد تقول لنا والله إحنا مستمرين على نفس السياسة الإسكانية علشان نوفر هذا بيع وهم إحنا ما رح نقبل فيه في مجلس الأمة إحنا لازم ننهي سياسة الإسكانية هذه قلت لها أنا يدي الله يرحمه خذ بيتها عقب شهرين من تقديم طلب الإسكان أبوي خذ بيتها عقب خمس سنوات من تقديم طلب الإسكان أنا خمسة عشرين سنة يطلع لبيت بعد تقديم طلب الإسكان أولدي أبيله بعد أربعين خمسين حفيدي أمية أمية وخمسين هذه أرقام ما فيها لعب في دراسات معينة حسبة معينة تشوف أنت الكيرف ونصعد معاك رح يبين معاك خلاص انتهى ما رح تقدر تحل وكل ما حاولت تعالج والدز بالأمر رح ترجع مرة ثانية بسبب زيادة عدد الإسكان في الكويت وزيادة طلبات الإسكانية رح نغرز مكاننا فقلت للمشكلة والحلول الحل واضح الحل واضح الحل بأننا نستفيد من شركات مطورين العالميين المستثمر الأجنبي شركات عملاقة ما بنت مدن بحجم الكويت استثمرت في مدن أكبر من الكويت مئات المرات فقانون مدن الإسكانية كان أحد أهم إنجازات اللجنة الإسكانية في مجلس أمة اللي قام فيه ترى النواب مو الحكومة قاموا فيه والحكومة مشكورة سمو الرئيس يعني هذا الباب الإيجابي نتجاوب معنا وافقت الحكومة في المداولة الأولى ولكن مع الأسف بسبب أبطال مجلس الأمة يعني سقط هذا القانون وإن شاء الله يرجع في مجلس في 2023 وفايت غير مشكلة الإسكانية ما الذي صارحت فيه هذه طبعا كانت الجلسة بينكم بروحنا قلت له فيه نقطة ثانية قلت له لو تشكل أفضل حكومة في العالم لو تشكل أفضل حكومة في العالم لا يمكن أن تصنع لكل الكويتيين وظيفة في الجهاز الحكومي قلت له بكل بساطة نحن اليوم عندنا 400 ألف تقريبا موظف كويتي في القطاع العام عدد سكان الكويت 60% تحت 35 حسب مجلس الأعلى التخطيط اللي هو تحت شرافك مو تحت شرافي أنا يقول بأنه بحاجة إلى نصف مليون وظيفة جديدة في الخمس سنة القادمة يعني عدد الموظفين اللي لازم تعيينهم من حكومة في الخمس سنة القادمة أكثر من عدد المواطنين اللي تعيينوا في آخر 60 سنة هذه أرقام حقيقية ويقينية هذا واقع قلت له لا تملك لا تملك أنك تصنع وظائف للكويتيين وش قالك رئيسي وزراء قال لي صح كلامك هم صح كلامك قال لي صح أم يبل لا ما يقدر يقول للكلامك أنا مقعد أقول لها رائي شدي ورائي شدي هاموره لا لا هذا نمبرز ما فيها قول أرقامي غلط أقول لك كلامك صح لكن لا يمكن تقر بكلامي هذا وتقول له وقلت له لو افترضنا جدلا لو افترضنا جدلا بأنك قررت أنك يبقى تعين كل كويتيين في الحكومة نصف مليون كويتي وتقول لهم يبقى قعدوا في البيت ما بيكم تشتغلون الميزانية العامة للدولة راح تقفز تكاليف فقط مندر رواتب من 20 مليار دينار إلى 40 و50 مليار دينار إراداتك من النفط لا يمكن أن تغطي حتى نصف رواتب المواطنين ما تملك فحصة تقدر ما بتروح لغلط ما تقدر ما تقدر فأنت يا أمك يا أنك تبني كويت جديدة بسياسات جديدة والدولة اللي بناها عبدالله السالم والأباء المؤسسين جزائهم والله خير الآن خلاص وصلت إلى مرحلة الشيخوخة وإحنا بحاجة اللي بناها دولة جديدة دولة جديدة يعني السياسات الحكومية كلها بالكامل لازم تتطور وتتغير ما يصير أنا أعطي بيت حق ولدي حفيدي مثل الطريقة اللي أعطيت فيها بيت حق بوي وجدي ما يصير ما في دولة في العالم ممكن أنها تستمر 20 و30 و40 سنة بنفس السياسات زي عبداللهاب ما يخالف الكويت من زمان نسمع أنا واحد من شاب في رؤية 2035 في رؤية 2035 رايحين إلى 2035 أبنت المقعدت إياهم هذه الرؤية من ومديرها الشي اللي قاعد يصير فيها هل تصج أصلا في رؤية ولا بس عجي شوف من أول الأسئلة البرلمانية اللي وجهتها طبعا موضوع رؤية الكويت جدية غير جدية هذا كلام إحنا نسمع لما كنا خارج المجلس فيه ناس تقول أن رؤية الكويت 2035 رؤية جدية وفيه ناس تقول غير جدية أنا ما عندي اليقين الثابت في جدية الحكومة في رؤية الكويت 2035 حتى لما دخلتنا لا لا حتى قبل لا أدخل ما تسمع فلما دخلت أنا قلت بس السؤال وترك كان أمانة ما كان سؤال يعني أبي من وراء شيء بس قلت هذا السؤال الإجابة عليه إيه راح تثبت لي بأننا فعلا راحين بتجاه الكويت 2035 ولا لا فأول أيامي في مجلس أول أسئلة البرلمانية وجهت سؤال الأخ براك الشيتار وزير الدولة اللي شؤوا مجلس وزراء بصفتها المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية المعنية بتوظيف المواطني الكويتين في الجهاز الحكومي قلت له معاه لي الوزير في 15 سنة القادمة في 15 سنة القادمة تركعت إيه إلى 2035 كم عدد الموظفين الكويتين في القطاع الحكومي اللي راح تعينهم في الدولة وقعدت أنت الإجابة ياتني الإجابة رد علي بإجابة رسمية وثبتة من وزير في حكومة الكويت قال سنعين سنويا 24 ألف مواطن كويتي جديد في الجهاز الحكومي كث الله خيرهم ليش ما ترد؟ هنقول لك ليش لو شلنا 4000 سنويا يتقاعدون يعني إحنا تضخم عدد المواطنين في القطاع العام 20 ألف 20 ألف سنويا مع عدد اليوم بحدود الأربعين أثنين يعني إحنا راح نوصل تقريبا تقديريا في 2035 إلى بحدود 620 إلى 640 ألف مواطن كويتي موظف في القطاع العام رؤية الكويت 2035 تقول في 2035 عدد موظفين الحكومة لا يتجاوز المتين ألف يا سلام رؤية الكويت تقول عدد موظفين الحكومة في 2035 ما من المفترض أنه يتجاوز المتين ألف والإجابة الرسمية لحكومة سمو الشيخ أحمد النواف في رد على سؤال برلماني تقول عدد موظفين الكويت وعدد موظفين الحكومة راح يكون 640 ألف في 2035 والثلاثين فالجدية يعني الجماعة يسوون برزنتيشنات زينة لكن على الأرض لا يوجد تطبيق وهذه بالنسبة لي أمر مخيف لأنه وجهت سؤال بعد ما بعد ما خذيت إجابة إجابة وجهت سؤال لوزير المالية قلت له بناء على إجابة ترك بعد ترك ثاني قلت له بناء على إجابة وزير الدولة مو إجابة أنا أنا ما أقول أنه في 640 ألف مواطن موظف في القطاع العام في الجهاز الحكومي أنا أقول وزير الدولة جاوبني وقال لي بأن 640 ألف مواطن كويتي رح يكون موجود في الجهاز الحكومي في 2035 وزير مالية قلت له كيف سنضمن كيف سنضمن بأن تدفقاتنا المالية تغطي رواتب هؤلاء المواطنين اللي هم 640 ألف في وجود عدم ضمانه لإراداتنا النفطية لوجود التزامات دولية علينا في أوبك بأن لنا حصة إنتاج ثابتة حتى لو عندك نفط وايد مو على كيفك تبيع بل يتبي ولا ها شباب كم مليار ناقصنا بيع وزيادة نفط لا مو على كيفك لا أنت جزء من منظمة نفطية دولية لها لها التزامات في السياسة الخارجية الكويت لها حصة معينة مو على كيف نرفع فأنت هم من رد نقول نمبر ما فيها رأي ورأيك أنا ماذا الشيء تم مجلس الأمة عشان أتناجر وأقول هذا رأي لا لا أنا أتكلم أنا رجل فني أتكلم بأرقام وأبني موقف السياسي وقرار السياسي بناء على أرقام فقلت للوزير المالية فقلت للوزير المالية إنت شاء رأي تغطي قال لي إحنا راح نقترض وراح يكون عندنا دين عام يعني باختصار إحنا قبل كنا اللي يطنزون على الحالة المالية في الدولة يقولون والله الكويت تبيع نفط وتسدد رواتب المستقبل أخطر بكثير من هذا الشعر راح يكون الكويت تاخذ قرض وتسدد رواتب ولما نرجع لا يكون متشاهم إن شاء الله سنقدر بجدية يعني إن شاء الله بجدية يعني إن شاء الله المواطنين ولخبة جيدة توصل بررمان وحكومة إن شاء الله تكون جدية لكن كل دولة سقطت في العالم أساس سقطها اقتصاد يعني التاريخ السياسي والله يبعدنا إن شاء الله من هذا السيناريو لكن هذا أيضا هذا تاريخ مو كل واحد يقدر يفتي فيه وائد أساس انهيار الدول أساس الاقتصاد ونتقع تشوف وضع الاقتصادي خطير جدا 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 أنت ما تقدر توظف الناس ولا تقدر تبني بيوت حق الناس وأنا أبعطيك معلومة يعني الناس ما تداولها تذكرون أزمة الأدوية التي مرت في الكويت صدريات ما في أزمة مستشفات ما في كذا شنو سبب تأخر شنو سبب تأخر الأدوية وتقع وزارة صرحها صرحها وقطوها براس المالية المالية ردت قطعتها براس وزارة الصحة أريد يسمع أنا أقول لك هو تأخر دفعات الموردين اليوم من وزارة المالية ما قاعدت فيه شح سيولة فأنا مثلا عندي بند الرواتب أول شيء طبعا لازم ما يوقف بعدها يصير عندي نقص في الكاش فأضطر أوقف على الموردين المورد يعطيك مرة موردين وبعدين يوقف المالو طبعا أنت ما عطيته هو ما رح يشتري لأننا غالبا ما نقصنا عدوية نحن تعطيها حق المورد يروح يشتريها من شركة عالمية ويبيعها على وزارة الصحة فلما هذا ما يكون عنده ثلاثقات مالية جيدة طبيعي ما رح يتعثر لما يتعثر ما رح تقرى تورد حق وزارة الصحة بكل بساطة فما رح يصير في أدوية المواطنية ما رح يصير في أدوية المواطنية هذا اللي صار بعضك مثال هنا في أول جلسات مجلس الأمة كان عندنا جلسة الميزانيات حتى نقر الميزانية العامة للدولة أول ما قرأت الميزانية طلعت عليها الكويت محققة فائض 150 مليون دينار تقريبا فائض في الميزانية ليش؟ لأن إراداتنا النفطية تحسرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية فالحرب نعمل علينا نعمل الكويت طبعا ليس من طيب إنجازاتنا لكن ظروف خارجية الكويت سبحان الله مبروكة يعني تصير أمور معينة ما تدري من وين تروح تنقذك وتنتشلك الميزانية فائض 150 مليون دينار لأول مرة من 2013 بالحكومة الكويتية والميزانية العامة للدولة تحقق فائض تخيل نحن كنا طول مرة من 2013 عجز 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 ونسدد هذا العجز من الاحتياط العام الاحتياط العام في فائض كاش جيد كان عندنا 50 مليار دينار تقريبا الخمسين مليار هذه نسحكت صارت صفر فإينا في 2022 لما كنا نقرر ميزانيات سابقة التي لم يقررها مجلس 2020 وليقيت فائض في الميزانية 150 مليون دينار صار في ملاحظات من بعض النواب في جلسة الميزانيات الأولى ماذا دوركم كنواب لما ترون الميزانيات؟ كان هناك ملاحظات عليها لأننا لم نأخذنا الوقت الكافي لأطلع عليها لأن هذا ليس مجلسنا هذه تقلع الميزانيات المجلس السابق وحكومة السابقة فقلنا سبوع الحكومة سحبت تقرير قالت حكومة مع لجنة الميزانيات وتعالوا عقبوا سبوع لكي نناقش الميزانية العامة للدولة ونقرها راحوا صار في اجتماعات بلجنة الميزانيات ردينا لجلسة عقبوا سبوع أراجع الميزانية ولا عجز ثلاثمائة مليون سبوع طالف كفايا سبوع طالف كفايا يعني لما شفت الأرقام في الجلسة تفاجأت قلت شلون إحنا في سبعة أيام كنا فايض 150 مليون دينار حين صرنا ماينس 350 يعني إحنا في سبع أيام صرفنا 450 مليون دينار ترى هذا مو مبلغ عادي وما المفروض يمر مرور الكرام مع الأسف في مفاوضات يبدو لي صارت خلف الكواليس شون على بيع الإجازات على رصيد بيع الإجازات أنا ماني ضد ضد بيع الإجازات عطوا الناس بالعكس بالفائض عطوا اللي تبي ما عندي مانع بس لا تدخلني بعج على الحساب مثلا صيانة الطرق ولا الأدوية ولا الإسكان ولا كذا وزع على ناس ما عندي مشكلة لكن لازم نوزع على أساس فني سليم ليس على أساس سياسي وشعبه لأن هذه في النهاية ستنعكس على المواطنين أنا أعطيك ألف دينار أو ألفين دينار بيع الإجازات أنت تطلع من الوزارة فرحان بالمبلغ اللي نزل بحسابك سلياية الدواء لا ليس سلياية أنت عندما توصل لبيتكم إلا بنشر التاير وانكسرت الجامع لأن صرفنا الفلوس في مكان غلط ستذهب ما يمر آخر الشهر إلا أنت صارف اللي استلمت بيع الإجازات على تصليح سياء ما تفعله ما تفعله ما تفعله ولماذا تدخل البلد في حالة عجز هذا يريدك أن القيادات المالية في الدولة مع الأسف حتى قدرات التفاوضية سيئة جدا تريد أن تعطي بيع إجازات أعطي بس قول والله السقف العلم 150 مليون بحيث أن لا تفعل الدولة لا أعطي الدولة بالماينس أعطيك كاب أعطي أولوية لا أعطيك إجازتك كاملة نصف قلوا بهذا الكلام لا تفعل الانتخابين بعد مرات يزعل الناس كام قاعد تقول أنت صريح يفيدنا حكا السنية والوقات لكن الناس بعد مرات هذا الكلام يقول لك صريح يمكن لا يزعل الشعبيين الناس رصيدي جاهز طبعا أنا تعرضت إلى هجوم كبير خلال فترة تجربتي البرلمانية أنا مدرك لهذا على ما يقول لك نأرب شاب في أول مجلس بكل صراحة قاعد صارح والكلام يزعل هذا سيكون نهجي هذا سيكون خطي أنا أقول لك ونحن اليوم في حالة انتخابات لن يتغير عبدالوها في خط السياسي أهم عناصر إصلاح اقتصادي إصلاح إرادات الناس وإصلاح معيشة الناس لأن كل ما تحسنت معيشة المواطن كل ما زادت قدرة على الانفاق وكل ما زادت قدرة المواطنين على الانفاق كل ما انعكس إيجابة على الاقتصاد وكل ما تضخم الاقتصاد وكبر الاقتصاد كل ما قدرنا نصنع وظايف زيادة حق المواطنين وكل ما كانت مساهمة القطاع الخاص اللي راح يعين المواطنين الكويتين اللي قلنا حق رئيس الوزراء تذكر في بداية المقابلة ما راح تقدر توظفهم يكون هم عليهم العبل أكبر فزيادة تحسين معيشة المواطنين لازم يكون هو الهدف العام والهدف الأسمى بالشكل الصحيح بالشكل الصحيح ما يكون بالشكل الخاطئ اللي بالنهاية راح ينعكس على تضخم الأسعار واللي ينعكس بالنهاية على أن المبلغ اللي يأخذه من وظيفته في الحكومة اليوم ينفقه في آخر الشهر على القراج يصلح سيارته والبنتر والجام وأيضا بالمقابل وهذا نقطة مهمة جدا وجوهرية بأنه لا يجوز لا يجوز لنا كنواب وكحكومة بأنه عزز الفوارق بين موظفين القطاع العام والقطاع الخاص يعني أنا جزء من اعتراضي أيضا على موضوع بيع الإجازات في حجمه وفي سقفه قلت إذا تعطي موظفي الحكومة دعم أنا معاك لكن بالمقابل لازم يكون في دعم آخر لموظفي القطاع الخاص ليش شلو الهدف لأن إذا موظف القطاع الخاص حس بأن وظيفة القطاع العام أحسن ومدخولها أفضل وما فيها تفنيش ولا فيها محاسبة ولا فيها تعب أنا ليش ليش عن موظف القطاع الخاص مميزات لموظفي القطاع العام عط بما لا يحول الدولة من الفائضة لعدز أثنين يكون أهم في مميزات لموظفين القطاع الخاص وعلى الباب الخامس حتى نشجعهم على الاستمرار لأن هذول كل ما أشتغل مواطن كويتي في شركة كل ما صار أوفر على الميزارية العام والخزينة العامة للدولة هذا شيئا قلت لك هكذا تقول لي يمسني اليوم أنا في القطاع الخاص نعم وانا مواطن كويتي ويدام بقطاع الحكم يهم كويتي نعم فعلي قلتك لما أشوف هناك مميزات لأيش أعود رأسي وإشتغل طبعا بديهي بديهي لا محاسبة بالضبط وهذه الاختلالات وانا لما قابلت رئيس الوزراء قلت له لو تشكل أفضل أقوى حكومة في العالم ما راح تقدر تموض في كل مواطنين في القطاع العام قال لي صح كلامك قلت له لا أزيدك من الشعر بيت وإحنا نحن محتاجين كدولة نصنع نصف مليون وظيفة في الخمسة عشر سنة القادمة ترى حتى القطاع الخاص ما يقدر شيئ لهم القطاع الخاص الكويتي اليوم في أحسن حالاته يعيلك مائة ألف في أحسن حالاته اليوم عدد موظفين القطاع الخاص ترى ما يتجاوزون مائة ألف مواطن كويتي طيب ما أبغلك في الخمسة عشر سنة القادمة يعني إذا دبل حجمه نحن نعتبر أبطال عبداللهاب هل هناك حلول هل هناك حالة أكيد بس بس أين المشكلة المشكلة ليس أنها لا يوجد حلول لا يوجد حلول بس على الأسف لا لدينا الإرادة السياسية الحقيقية اللي فيها جرأة جرأة في طرح هذه الحلول الجدية نوقف نقنع الناس ما يخالف نتحمل شوية شتاين بالسوشيال ميديا ما نكون سياسيين ضعاف وهالشين نهتز من أول موجة ومن أول ترند في تويتر نوقف نقنع الناس ورح يقدرون الناس طرح في النهاية الناس رح تقدر وعلى الحكومة أيضا وتكون جادة وتكون شجاح وأيضا تواجه البرلمان لو مال البرلمان في اتجاه الشعبوية طبيعي ترى البرلمان يكون شعبوي يعني هذا مو مصيبة عودة طبيعي أن البرلمان يكون شعبوي طبيعي يعني بالنهاية البرلمان هو انعكاس الشارع وما ألهم النواب لما يقدمون قوانين شعبوية لكن لكن في نهاية الأمر يجب أن يتصدى أيضا مجموعة من البرلمانيين لتحسين القوانين الشعبوية يعني تعديلها بحيث تكون تتوافق مع الميزاني العامة أيضا بحاجة إلى حكومة قوية عبد الله أنت لما تشاهد المجلس صراحة ما شفتك أنك كملت إلى أحد الكتل و أحد التيارات فشغل بروحك بعيد عن صراعات سياسة يعني أجبك طول لقاء ورقام فلش ما تشاهد إلى أحد الكتل و أحد التيارات نعم أنا صراحة لمست بكل أمانة كل الدعم من كل أعضاء مجلس الأمة بالملفات التي أنا متبنيها كل الكتل كانت دعمتني كل الكتل كانت واقفة معي ما في نائب حاول أنه يعطل شغلي أو أنه يضايقني في أي عمل و أعطيك دليل أول يوم لي في مجلس الأمة أول يوم في حياتي في مجلس الأمة كان في 18 10 20 22 و كنت أصغر نائب في البرلمان و في سابقة تاريخية أن يمكن مجلس الأمة أو يزكي مجلس الأمة أصغر نائب في البرلمان رئيسا للجنة اللي هي لجنة لجنة حسين بيئة أبي أمسك خط بروحي اللي هو الاصلاحات الاقتصادية اللي هو مجمل كلامنا اللي أنا ويهك الحين كنا قاعد نسوله فيه وما أبي أدخله بزحمة اللي جان أو ممكن يكون فيه يعني إشكاليات سياسية مفتح لاين بروح أبي أعمل فيه أبي أنجز فيه عشان أقدر أحقق هذا الأمر أحتاج لجنة خاصة لجنة خاصة قدم طلب لرئيس المجلس ومجلس الأمة وافق بالإجماع على تشكيل هذه اللجنة واحد أثنين وافقوا بالإجماع على أني أكون رئيس لجنة وهذه أعتقد ما أنا متأكد من بلوية لكن أعتقد أنها سابقة برلمانية أنها أصغر نائب في البرلمان وفي أول جلسة له يزكى رئيسا للجنة ففي تعالوا منكم فأنا بالنسبة لي حسيت نفسي في هذا اليوم أني عضو في كل الكتل سلموك مسؤولية أنا أقول لك حسيت في هذا اليوم أني أنا عضو في كل الكتل البرلمانية في ناس عندهم أجندة سياسية معينة نحترمها في ناس عندهم خط سياسي في ناس عندهم معارك سياسية الخاصة فيهم أنا ما لي علاقة في هذا كله ما لك معارك داخل ما لي معارك داخل ولا تبي راسح لا ولا أبي راسحد ولا أبي شيء اشتغلت كبرلماني وعملت بكل جهد واجتهاد والحمد لله كنا رح نحقق نتائج كبيرة لكن مع الأسف طال المجلس وفهد شن يعني لجنة تحسين بيئة لعمال لجنة تحسين بيئة لعمال يعني أنا كمواطن شن نستفيد من يعني في مؤشرات دولية عالمية لتحسين بيئة لعمال في كل الدول الكويت يجب أن تكون في مصاف هذه الدول المتقدمة حتى ننجح في استقطاب المستثمر الأجنبي لا لا نحن بعيد أيضا في مؤشرات مدركات الفساد مؤشرات مدركات الفساد ما يصير أنا مرتبطة طلب تحسين بيئة لعمال بمعنى المستثمر العالمي أو المستثمر الأجنبي نحن الآن كل كلامنا اللي قاعد نقوله نبي نشجع استثمارات أجنبيتي لكويت تابع الشركات العالمية تابع الشركات العالمية تستثمر إسكان صحة تعليم نبي نفتح الباب نبي نكون حال نحال الدول يعني اللي حوالينا اللي تقدمت بشكل كبير وجزء من تقدمهم هو المستثمر العالمي اللي إيب مو بس إيب أموال إيب حتى النوها والخبرة اللي عنده فمن أهم المؤشرات يعني لما تتيب شركة عالمية تقولها تعالي استثمري في الكويت يسوي دراسة قبل الله إييك صحة أو لا فمن ضمن دراسات هو يراجع مؤشرات دولية ووضع الكويت خاصة في مؤشر مدركات الفساد مؤشر مدركات الفساد يصير المستثمر العالمي يتوجس من الاستثمار في الدولة لني يقولك أنا خاف حق يضيع واحد يبتزني واحد كذا رشوة يعني تصير موايد أمور فيقولك أنا ما أقدر أحط فلوسي في هذه الدولة لأنه أنا ما أضمن عوائدي تكون بشكل سليم فكثير من المستثمرين العالميين يحجبون وعندنا مشكلة كبيرة وهذا اجتمعت أنا مع كديبة هيئة تجيئة استثمار الباشر على رقم من قرب إن شاء الله نواياهم طيبة لكن هناك مشكلة كبيرة في الجهاز الحكومي وراح أعطيك مثال مثلا المدينة العبدالاقتصادية مدينة العبدالاقتصادية راح أتكلمك عنها بيلك حجم الخلل الكبير هذا مثال وهذه قصة صارت معي يهمني الناس يسمعونها لكن المستثمر الأجنبي بشكل عام أنا لاحظت داخل البرلمان بأن المستثمرين العالمين الشركات العالمية عينها فقط على العقود الحكومية ليس عينها على الاستثمار لأن العقد الحكومي مبلغ ضخم العقد الحكومي مبلغ يأخذ فلوسه وما يخسر أنا مثلا أقول لك على سبيل تبني لي مطار أنا أعطيك عقد لك تبني مطار لأن فلوسك من ديوان أنت ستأخذه من الحكومة وين المستثمر العالمي ما قاعد يستثمر لما مثلا يبني مستشفى هو ما يدري راح ترجع عوائد ولا لأ مستشفى خاص ولا يبني جامعة عالمية ولا يبني بيوت ممكن الكويتين لا يشترونها أنا كنت قاعد أعمل على توجيه وتغيير صورة الكويت النمطية عند المستثمر العالمي بأن الكويت معقود حكومة لأننا ما راح نستفيد ما راح نستفيد يعني جسر جابر شركة عالمية صح ولا لا هو يه بس هو ما أهم ما يصير وراء الجسر ليش؟ لأنه راح يأخذ فلوس للجسر ويمشي لكن لما تقول له تعالوا أنت استثمر معاي في المدينة اللي وراء الجسر وجزء من تكاليف إنشاء تكاليف جسر جابر عليك هو يقولك لا يبا أنا ما راح أبني لك جسر وآخر شيء ما كو شيء لا أنا أبني لك الجسر بشارط أنه واحد اثنين ثلاثة أربعة في هذه اللجنة قاعد نحاول قاعد نحاول نحاول نحسن من أن كنت قاعد أعمل على قانون جديد للصندوق الوطني مشارع صغير ومتوسطة هذا القانون اللي راح يدخل طبقة تجارية جديدة في الكويت يعني احنا عندنا طبقة تجارية تقليدية في الكويت احنا بحاجة أي دولة في العالم أنها توسع الطبقة التجارية عندها الطبقة التجارية لازم تكون يشملها أي مواطن كويتي من العبدالي إلى أن يصيب فتكون هذه طبقة تشمل كل المواطنين فلت تقصد طبقة تجارية أنت كنت تكلم عن تجار الكبار ولا أي شخص عندهم مشروع لا لا أتكلم كل من يعمل في العمل الحر من تاجر كبير إلى تاجر صغير عندنا إشكالية كبيرة بأن تكلفة الدخول أو العوائق لدخول التاجر السقير للسوق ويكون تاجر صقير عالية جدا فإحنا كنا في لجهة حسين بيئة العمال نعمل على أن نخفض تكاليف دخول أعطيك مثال مثلا أشتغلت على الوظيفة الحرة لو كنت موهبة مثل حالتك اليوم مثلا مصور محترف علشان تطلع ترخيص لازم أنت يكون عندك مكتب ولازم يكون عندك ستاف ولازم يكون عندك هذه مشروط الدولة وإنما تحلاج هذا كله فشي قاعد تسوي الدولة قاعد ترفع عليك تكلفة أن يسوي بزنس أنك تسوي بزنس فغالبا تتعثر تزيد عليك لجارات لا تقدر تفع رواتب الموظفينك فتفلس الشركة وانت بنهاية تهدني وين تروح توضح بالحكومة لكن لما نقول نحن نلغي شرط المكتب وبالعكس نسجلك في دعم العمالة واتطلع ترخيص خاص فيك أنت بتضبع تكلم عن حالتي لا ألاف مثلك وأعطيك ترخيص تسميتها الوظيفة الحرة الوظيفة الحرة أنا معنك الالتزامات مع الدولة وأنت حر اللي هو مثلا المصور المصمم اللي يسوي أبليكيشنات اللي يدين أحسابات الأمثلة لو بنقعد نقول شرط الأمثلة اللي راح يستفيدون منها الوظيفة الحرة نقعد لباتش اللي بلنا حلقة خاصة أنت لهذه الشريحة يتوفر لهم دعم العمالة دعم العمالة ويكون محسوبة لهم التأمينات عشان يقدرون يتقاعدون بشكل آمن ما داعي أجر مكتب ما داعي أجر خفض تكاليفي خفض تكاليفي كل ما خفض تكاليفك بديهيا أكثر ناس راح تدش تسوي بزنس واطلع من الحكومة نخفف لعباء الميزانية لعمل الدولة وتدخل الناس للعمل التجاري وهذه الخطوة أولة أول خمس سنوات أنت صح وظيفة حرة لكن خمس سنوات الثانية راح يكبر البزنس راح تقدر تتحول من هذا الله يسلم قدمته في اليوم الأول لمشروع للجأة حسين بيئة العمال ودعيت هيئة القوى العاملة كان عنده ملاحظات كبيرة عليه عدلنا بالملاحظات حاولنا نقنعهم قيرنا الفكر اللي هم كانوا ماشيين عليه في السابق أيضا ناديت استدعيت وزارة تجارة وقلت أنا ما أقبل بهذا عدد محدود للنشاطات الخاصة بتراخيص متناهية صغر وعطوني موافقة لزيادة نشاطات المعنية في لجنة متناهية الصغر أيضا قابلت مرة ثانية رئيس الوزراء في القاعة وقلت له اسمه الرئيس بأننا ترى نحن أخذينا خطوات جدية لأنه يوم قال لي قلت له أنك لا تقدر تعين والقطاع الخاص يقدر تعين قال لي شون تساعدني فقلت له في الاجتماع الأول قلت له طبعا أنا ما عندي حل سحري واحد أنا عندي مجموعة من الأفكار أفكار قصيرة لا بد ممكن نحققها وأفكار بعيدة من الأفكار القصيرة اليوم لازم نقرها هو الوظيف الحرة قال لي شون الوظيف الحرة شرحت لياها قال لي روعة وصدق معي يعني هو وحين أيدك وبعدين أبي أيدني عاندوني شوية القيادات الوسطى في البلد لا أهنية كذا ممكن واحد يتلاعب كذا حطينا كل الشروط والالتزامات والضوابط اللي تخلي ما يكون فيها تلاعبات وحولنا الرقابة من رقابة ميدانية إلى رقابة مالية حلو يعني حتى طورنا الطريقة التي تراقب فيها الدولة على الشركات حلو عاندوك وبعدين في وصدق وصدنا الحكي حلو أقرينا ممتاز وطبعا أنا تعمت هنا أني أقدمك اقتراح برغبة ما أقدمك قانون لماذا؟ الاقتراح برغبة سهل أرفعها لمجلس وزراء بشكل مباشر وأما الاقتراح بقانون يحتاج بروسس طويل في مجلس أمو الذي يقراره والموضوع لا يحتاج قانون يحتاج قرار من قرار من مجلس وزراء وطبعا وخذيت كل موافقات اللازمة ورفع على جدوى الأعمال مجلس الوزراء يعني هو كان لو الأمور مستقرة في البلد كان هذا كنت راح أعلن الوظيفة الحر الوظيفة الحر بالمناسبة أنا يعني بعد طال مجلس يعني رمضان ويعني تدري برمضان نحن نزور الدواويين ويعني نزور الناس من دواوين اللي زرتها ديوانية الملة في شرك ديوان الملة في شرك فالتقدت هناك بالصدفة بالأخ صالح الملة اللي هو أمين عن مجلس الوزراء هو بنفسه أبطل به الموضوع أنا طبعا كنت محبط ومبطل فيعني ما ناقصك فظيفة حرة في الصندوق يعني ما تجاو يعني باركت هذا وباركت بالشهر ومشيت يعني من الدوانية ولا كنت أبطل مواضيع سياسية الوضع كان محبط يعني كل جهة هذا اللي أنا سويته كلها راح ترى حتى ما يوثق في مجلس ومع الأسف يعني يعني كل هذا راح لأن هذا مجلس مبطل ما تقرأ تبني عليه المجلس القادم يعني إذا الله كتب لي فوز إن شاء الله المجلس لازم أعيد هذا كل كله لازم أعيد من لون فطلعت من دوانية الملة طلعوا إياي الأخ صالح الملة مدير الأمين عام السوزراء قال لي عدله أبلغك أن مجلس السوزراء حريص كل الحرص على الوظيفة الحرة وهو جاي على جدوى الأعمال بس نخلص من الجراءات الانتخابات والقصص هذي إن شاء الله ورح يقرر فهذه من ضمن الأعمال التي نحن نسويها لصناعة وظائف بشكل جديد شكل مختلف والسياسة تظيف جديد عبد الله أبلغك ما يقع بس سواء اليوم قد تتكلم عن اللجان اليوم رئيس لجنة قد تجتمع مع القيادات أنا آسف أقول هل القيادات اللي كانت تفتقي فيهم هم ناس يعني أذكية ولا ناس فشلة يعني اللي كان يودوننا إلى هذه الحالة أبي بكل صراحة لا لا بكل صراحة الاجتماعات في اللجان البرلمانية مخيبة للأعمال وأنا بعطيك مثالين مثالين يعكسون لك وضع البلد مع الأسف الشديد وهذا أمر هذه أمور الناس ما تشوفها في التلفزيون ما تشوفها في السوشيال ميديا ولا تشوفها في قاعة عبد الله السالم لأن طبيعة اللي ما في صوت اللي ما في صوت فبعطيك مثال راح يعكس لك الأمر بشكل جلي في منضم بنامج عام الحكومة مشروع اسمه منطقة العبدالي الاقتصادية باختصار شنو منطقة العبدالي الاقتصادية هو free zone في العبدالي منطقة اقتصادية يغذي الأسواق العراقية بالبضائع وبديهيا كيف تدعى المواطنين أي أفضل طريقة لتضخيم القطاع الخاص تضخيم القطاع الخاص الكويتي حتى يصنع موظائف هو أنه يكون عنده تعاون كبير مع السوق العراقي السوق العراقي سوق ضخم السوق العراقي في بوتنشي العالي فمبسط هذا أنا عندي شغل يقدر أصدر للخارج أنت ممكن تبني ثروة كشاب كويتي من خلال السوق العراقي ترى البزنس ممكن بالضرورة يكون للسوق الكويتي فأنت أنا كشاب ممكن أنا أوفر لك فرصة أنك أنت تخدم للأسواق العراقية بشكل جيد والشعب العراقي يعني يرحب والحكومة العراقية ترحب وفيه وسوق ضخم ويسمى بفرجن ماركت أنا ترزلت العراق مرتين عن هذا الأمر اللي اكتشفته وعرفته أنه سوق متعطش متعطش جداً وأي تاجر بسيط بالكويت ممكن شغلك يبيعه هناك يا سلام عليكم فأنا ممكن أصنع آلاف الوظائف بل عشرات الآلاف من الوظائف للشباب الكويتي من خلال الأسواق العراقية الشركات تكون في الكويت تخدم على العراق وهذا يعني من اشتغلت عليه أنا في القانون الجديد لصندوق المشارع السغير المتوسط أن يكون فيه أراضي مخصصة من اليوم الأول مو المستحدث لا مخصصة من اليوم الأول وكلها تسهيلة والحكومة هي لهاية بالفكرة مو آنة فأنا طرت فيها في صراحة أستانس لأن هذا بالنسبة لي يعني قانون صجأ بأبد الجهدي فيه الاقتصادية في العبدلي فعلى طول وجهنا في لجنة حسين بيت الأعمال دعوة للفريق المعني ودعيناهم في اللجنة وقلت لهم يا شباب أنا كرئيس اللجنة لكم مني كل الدعم رئيس اللجنة يقدر يحط في جدوى الأعمال أولوية فأملك أني أحط الأولوية مثلا العبدلي وارفعها لمجلس أمه واستعجل إقرارها حيلو هذه من صلاحيات رئيس اللجنة فقلت لهم تعالوا يا شباب أنتم حطين في برنامج أعمالكم منطقة العبدالاقتصادية هذا مشروع رائع وأنا أفهم شنو يعني إذن نجح هذا الكونسبت لكن هذا الكونسبت علشان ينجح يحتاج إلى أساسيات وبديهيات لأي منطقة اقتصادية فقلت أنا عندي مجموعة من الأسئلة أبي أسألها وبي إجاباتها ليه حتى نتأكد بأن منطقة العبدالاقتصادية ستنشأ بالشكل الصحيح وما يصير فينا مثل ما صار في جسر جابر أن أنا أبني جسر أكلفني مليار وأخر شيء على بر فتكون التكلفة بالماينس قالوا لي قلت ما هو الاتفاقيات التجارية اللي وقعناها مع الحكومة العراقية كدولة بحيث نقدر أن نتدخل البضايع وتطلع البضايع بالشكل الصحيح دخول موظفين شركات منطقة العبدالي الاقتصادية ودخولهم وخروجهم من العراق بشكل آمن وما يكون في عليهم فييزة أو ضوابط دخول التجار العراقيين بشكل أيضا سلس للكويت حتى يمارسون عملهم تجاري داخل مدينة العبدالي الاقتصادية والعكس قالوا ما وقعنا ولا اتفاقية ما وقعنا ولا اتفاقية فقلت أنت شون تبيني أقرلك شون تبيني منطقة أساسيات دراسة جدوتها إلى الآن ما هو كام قالوا ما فيه اتفاقيات قلت ما ش منطقة العبدالي الاقتصادية علشان تنجح لازم يعني أنت تتكلم عن السوق العراقي السوق العراقي يعني أنت محتاج عشان توصل بضاعتك لأسواق العراقية محتاج ميناء ضخم عشان ينقل بضاعة صح؟ لأننا نحن عندنا لشقال ميناء شويخ ميناء شويخ ثلاثة أو أربع عرصة فقط صح يعني يدوبك ميناء شويخ هذا الاقتراح يعني ما يصر أنا أقول كستراتيجيتي كدولة أن أنا بمني قطاع خاص جديد يغذي الأسواق العراقية في البضايع وانا ما عندي ميناء يشيل لأن في النهاية ما سيحدث إذا فعلا نجحنا في هذا الأمر فممكن يكون تاجر صيني أو تاجر كوري أو تاجر ياباني يحمل أي الكويت مو لأني يبل الكويت وما يبل الكويت هو الكويت بالنسبة لها معبر للأسواق العراقية كونك أنت الحدود الأقرب والممر الآمن فتشغل الدنيا لهذه الأسواق طبعا الكويت قبل النفس أنه كانت شديد ترى باختصار فمثلا التاجر الصيني يريد أن يحمل بضاعته من الصين يبيل عراق ما يبيل الكويت ولا راح ينزل شيء بالكويت يحتاج إلى مواني استقبل هذه البضاعة ومواني ضخمة لأنه يتمسوك العراق ما يصير ميناء شويخي وما يكفي أصل يعني مثل ما عندنا أزمة زحمة شوارع عندنا أزمة في البحر وهذا أمر خطر جدا فتشغل تضبط لك ميناء مرسل فقالت لك وين وصلنا ميناء مبارك يعني وين وصلت ميناء مبارك قبل لا تيب لي منطقة العبدية الاقتصادية ما عندهم خبر ما يدرون ميناء مبارك واقف فقالت لك وين بتحمل بضايع الناس وشون تحملهم ميناء شويخ ما تقدر تحمل بضايع حق السوق العراقي ميناء شويخ قال ما ندري إحنا وين وصلنا ميناء مبارك فهذه القيادات قلت لك قلت لك آمن بالله شقلنا ميناء مبارك حجم البضايع اللي بتروح للسوق العراقي ضخمة جدا ضخمة جدا ما سنقل هذه البضايع من مواني الكويت إلى الحدود العراقية بمعابر خاصة ليس بشوارع الكويت يعني تخيل أنت بضايع الكويت تمر بشوارع عندنا يعني بضاعة نحملها ميناء مبارك وتمشي بشوارع الكويت وسوق ضخم ما يصير تقول له والله الترايلات ما تمشي إلا بعد 12 بالليل وحدك لأ 4 الفير حركة تجارية ضخمة ما يصير تقول له عندك من 12 إلى 4 تمر على الدائر الخامس اللي هي العبدالي هذا كلام غير مقبول وغير مقنع لازم يكون لك خطوط نقل من مواني من مواني الكويت ميناء مبارك إلى منطقة العبدالي الاقتصادية يكون لها قوانين خاصة وبعدها تنتقل لأسواق العراقية ورد الفريق المعني ما كان يقول لك؟ قال ما عندنا خطوط خاصة قلت أين سكك الحديد؟ ما عنده ما تريد سكك الحديد كيفك؟ سوي لي شوارع خاصة حيث أنا أنزل أنا كتاجر عالمي أو تاجر صيني أو هندي أو أو أين كان أحمل بضاعتي أحمل ميناء مبارك وبعدها تريلات يتأخذ أو قطار يشيل بضاعة من ميناء مبارك يوديها لي العبدالي من غير لا أمر على الكويتين ولا لشغل بالموء ولا قاعد يصير يعني لازم يكون لها معابر خاصة مثل الأمريكان في الحرب العراقية لما يو سووا مطار خاص في الجيون وسووا يعني معسكر ضخم حق الجيش الأمريكي أنا وياك كواطن الكويتين لا أحسن فيه صح صح لأن هذا الأصل لما يكون في عملية تشغيلية ضخمة سواء عسكرية أو تجارية لازم يكون لها منافذ فرابعنا مجخص لا 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 شيء فقط يا جماعة لا ضيعون وكتي ولا ضيعون وقتكم كملوا المشروع وتعالوا ينا الملك سلمان بن عبد العزيز دعا الرئيس الصين حق قمة خليجية صينية في الرياض فإحنا على طول في مجلس أمه دعيت القيادات المعنية بمدينة الحرير وقلت لهم يا أخوان بأن في فرصة تاريخية رئيس صيني زائر المنطقة وهو بنود زيارة الرئيس الصيني بالسعودية قائمة على أساس البحث عن الفرص وبناء شراكات ففي فرص التجاري في شراكاتها وإحنا برنامج عمل الحكومة طبعا كل هذا كلامي ليس كلامي أنا أنا أتكلم برنامج عمل الحكومة ورؤية كويت يعني أنا ترى ما يبت شيء من عندي أنا قاعد أقول في عندنا برنامج عمل الحكومة وفي عندنا رؤية عشرين خمسة وثلاثين لو نطبقها ممتاز لأننا كلامها حلو ترى يعني رؤية كويت عشرين خمسة وثلاثين على ورق جبارة البرزنتيشن حلو أنا جبارة وفيه فهم وفيه وعي وفيه كذا الحين زين خلصنا نبي نترجمها على الأرض هنا ننتقل غسك لنا فقلت أنا يهمني أعرف بأن أجندة الكويت مع رئيس الصيني يعني يعني إحنا اليوم نحتاج مستثمر معالمي مستثمر يعني حكومة عالمية تستثمر في المنطقة الشمالية مدينة الحرير وبديهيا ما في أفضل من الصينيين أنهم يستثمرون في هذه بحكم الصين تتحكم بالنسبة الأكبر بالحركة التجارية في العالم فما يصق أنا أروح أترك واحد ليصدر بشكل كبير مثل الأمريكان اليوم أمريكان سوقهم قاعدين حصر يعني على حساب السوق الصيني فما يصق أنا أي بالامريكان يستثمرون والصين هو الأقوى والويلي عند الحركة التجارية والويلي قاعد يموّل خاصة أن أبني اقتصاد جديد للكويت يعني الفكرة أننا نبني اقتصاد جديد للكويت غير نفطي من خلال أن نكون منطقة Logistic Hub لجنوب العراق وشمال إيران اللي هو جزء من الكلام اللي أنا تقول في المطقة العبدالي لأن الأسواق العراقية أسواق ضخمة والأسواق الإيرانية أسواق ضخمة الكويت من الناحية السياسية الكويت مستقرة خليك من نجرتنا مجلس وحكومة وكل شوية مجلس وكل شوية حكومة لكن في المعايير العالمية استقرار ثابت لمؤسسة الحكم يعني والمقيم للوضع السياسي في الكويت يرى بأن الكويت دولة مستقرة آمنة لأن مؤسسة الحكم ثابتة ومستقرة بثلاثمائة سنة وما في يعني ما في أي إشكالية في الدولة بمؤسسة الحكم فبالنسبة لك البلد محكوم حتى لو ما كان المجلس والحكومة على وفاق وشوية انتخابات بس البلد بشكل عام محكوم بفضل الله سبحانه وتعالى فالمستثمر يأمن أن يكون الهاب مالا لكويت إذا يريد يخدم على الأسواق العراقية والأسواق الإيرانية فإنقصنا بس المسؤولين يروحوا تفضعهم أي ما كو شي على الأجندة ما يدرون أصلا يعني صار في تشكيك بأن هل الصينيين ولا غيرهم قلت يا جماعة شون أصلا هذا الكلام يناقش في لجنة برلمانية احنا لحي نسول في الصينيين ها ولا يمكن مستثمر غير صيني شون ولما صارت القمة صار شيء شونها ولا شيء ولا راحة ولا سوديل لا لا راحة طبعا سبو ولي العهد راح لكننا لا تكلم عن زيارة سبو ولي العهد زيارة سبو ولي العهد تلبية لدعوة الملك سمناه بن عبدالعزيز لكننا أتكلم عن فريق الحكومي أتكلم عن فريق الحكومي المعني بتجهيز على جندة الدولة ما سووا شيء ولا شيء والطرف السعودي طبعا استفرار طبعا السعوديين الله يبارك لهم وقعوا عقود الإماراتين وقعوا عقود القطريين أيضا العمانيين البحرين كل دول خليج يعني الكويت ما سوت شيء يعني يا دوب تيدي صورة صورتين والسلام عليكم الحلول لكل المآسي اللي احنا قلنا نعيشها في الهيكل الاقتصادي الكويتي ما في انقاذ للدولة إلا باقتصاد جديد اللي هو اقتصاد منطقة الشمالية وأن نحن نعود إلى شكل أغرب إلى كويت ما قبل النفط أن نكون بورت للمنطقة جنوب العراق وشمال إيران علاقاتنا سياسية ممتازة الأوضاع في المنطقة قاعد تتحسن تحسن العلاقات أيضا سعودية الإيرانية هذا لأنعنكاسات إيجابية على الكويت الكويت كانت علاقاتها زينة مع إيران من عمر الدنيا لكن ما كانت أكتف هذه العلاقات بحكم الحرج الإقليمي اللي كانت تعيش فيه لكن الآن الأمور أفضل والمنطقة أفضل مما كانت عليه في الخمسة نواة السابقة هذا سيكون في تسابق خليجي للاستثمارات العملاقة والضخمة في العراق وإيران أفضل دولة ممكن تستفيد من السوقين الكويت بحكم الموقع الجغرافي فحرام أن نضيع هذا البوتينشي العالي ونصنع آلاف الوظائف الكويتين ونصنع آلاف من قصص النجاح ونستقطب الاستثمارات العالمية ونحن لاحن في قوانين مع الأسف غير مجدية ونحن لاحن في صراعات وإبطال مجالس وحكومات غير جادة وقيادين يعني أنا التقيت مع كثير من القياديين في الجهاز الحكومي أقعد معاه اليوم باشره وموجود حكومات الحد فيكون كلامي معاه وإجتماعي معاه وإجتماعي معاه من العدم فهم في واحدة من إجتماعات الإجارة البرلمانية أنا كنت شقال وإجتهد بشكل كبير على برزنتيشن ضخم لقانون جديد للصندوق الوطني وشكلنا فرق عمل ويبتكل جمعياتنا في العام المعنية بالمشاريع الصقيرة واشتغلنا على قانون نوعي وجوهري كبير للصندوق الوطني ففي نهاية هذا الأمر البرزنتيشن وجهت دعوة للقيادات الصندوق أنهم أيون ونعرض عليهم البرزنتيشن ويكون هو القانون الذي يكون عليه توافق حكومي نيابي لإنجازه وهو بالطريج قبل ربع ساعة من الاجتماع صدر قرار بيقافه على العمل وتبخر كل جهدي وجهود إخواني اللي معاهي لا يوجد استقرار للغطاء الحكومي والمسؤولين ولا شيء ولذلك لما يت حكومة الشيخ أحمد النواف وشالوا كل القيادات الوسطة كل القيادات الوسطة في الدولة وصارت دولة فاضية لا يوجد قيادات الناس كانت تشوفها أزمة وأنا كنت أشوفها فرصة لأن الكويت كان أمامها فرصة تاريخية لإعادة بناء الجهاز الحكومي بالكامل وإعادة هيكليته بالكامل عبد الرحمن كل دول العالم متقدم في آخر 30 و40 سنة أعادت هيكلة القطاع العام بحيث يكون قطاع عام أكثر رشاقة يعني يعودك على سبيل المثال يعني لو ترجع على أكانتي في السوشال ميديا راح ترجع في فيديو وأنا أطالع فيه ومقدم اقتراح كامل على هذا الموضوع وجهت رسالتي حق رئيس الوزراء وقلت له بأنه خلنا استفيد من هذه الفرصة بإلغاء منصب الوكيل المساعد نحن اليوم في الكويت خلي الوزير المنصب السياسي لكن بالجهاز التنفيذي بالوكيل وكلام مساعدين 20 وكيل مساعدين وهذا إداريا وهيكليا غير مقبول وخاطئ ما يدعش في المنطق يبطع الحركة يزيد من المشاكل يزيد من الحسوبيات انتقال القرار دائرة انتقال القرار تكون صعبة بدلا تكون قروبات صغيرة تصير قروبات وايد أكبر لأن كل وكيل عنده جيش كامل يشتغل معاه وإلى آخره الحل الحل بأن نحن نلغي منصب الوكيل المساعد وأن نحن يصير كل وكيل تحت نائبين للوكيل نائب الوكيل للشؤون الفنية يعني إذا هندسة ما هندسة والأمور الفنية المتعلقة بالوزارة ونائب الوكيل نائب الثاني يكون نائب شؤون مالية والإدارية تحت الوكيلين يكون فيه مدراء غالبا منصب المدير منصب شاب في العمر الحكومة في برنامج عملها تقول بأن 80% من الخدمات في الحكومة راح تكون رقمية بعد أربع سنوات أفضل ناس يسوون أدابتيشن حق البروسيس هذا والترانزيشن للورقي الالكتروني هو الموظف الشاب المدير اللي يكون في بداية حياة القيادية لأنه ما يصير أنا أكلف شخص قبل سنتين متعلم على واتساب ويقول له تعالي نبيه أنت عندنا برنامج عمل حكومة لهم رغم من الدولة فأنا شو كنت أبي أسوي؟ أنا كنت أبي أنقل القرار من المناصب الأعلى في القيادات الوسطى إلى المناصب الأقل في القيادات الوسطى حتى يكونوا شباب لأن المدير الشاب قالبا الأدابتيشن عنده سيكون وايد أعلى في الترانزيشن من رقمنة المؤسسات ومنها طبعا هذا الخطوة والاقتراح قلتها لهم قدمتها رسميا وكما مساعدين قدمتها رسميا نشيلها يكون نائبين ننطل لشسمة وإلقاء الهيئات طبعا ما لها معنى ودمج الهيئات دمج الهيئات بل ما يشتغلون فيه سمعنا الآن عن بعض الدمج الهيئات والاقتراح رسميا قدمت له هذا القتراح رسميا موجود الآن على طاولة مجلس الوزراء لكن يبدو أنه لا يوجد استجابة على موضوع الوكيل المساعدين أنا قاعد أستمر أسمع الآن كلام بأن الوكيل المساعد الوكيل المساعد محسوبيات وواسطات وتضبط فلان فأنت قاعد تشربك الجهاز الحكومي وتضخم القطاع العام كلما تضخم القطاع العام عبد الرحمن كلما صارت الحركة فيه بطيئة وكلما رشقنا القطاع العام كلما الحركة فيه صارت أسرع والحركة فيه أخف فكان التوجه الذي عندي بأننا يكون الحكومة حكومات رشيقة حكومات المستقبل تواكب تغيرات سريعة في المنطقة أنا لا أستطيع أن أواكب الدول التي حولنا تمشي بشكل سريع وإذا أنا ثقيل كجهاز حكومي لا أستطيع أن أواكب فأول شيء الأصلاح الإداري الأصلاح الإداري أن أنت ترشق القطاع العام وتعين قيادات أقل وفوكس جروب ويكون أساس تقييم القيادة على كي بي آيز معين فما يصير أنت يعني أنت اليوم أكلفك نائب مثلا وكيل وزارة أو نائب الوكيل الشؤون الفنية ومن المفترض أن يكون في جهة محايدة تضع عليك كي بي آيز هذه الكي بي آيز هي التي تجليني أقرر أنك تبقى كقيادة أو لا ممثل الوضع الحالي مرسوم أربع سنوات وإذا مشيتها قبل أربع سنوات يروح يرفع عليك قضية بالمحكمة ويرجع مرة ثانية واللخبطة الكبيرة التي صارت في الدولة فأنت قصدك أنت يتطور الجهاز الحكومي بقياداتها بوظائفها من هو يسوي كل الكلام الحقيقة نقوله متعردت المقترح الجهاز الحكومي صح أو لا هو الجهاز الحكومي وهو يجب أن نستقرأ نعطي مساحة أكبر القطاع الخاص يستقرأ بالإستثمارات الأجنبية يجب أن الحركة تكون سريعة بهذا التعقيد وظف يرفع لرئيس القسم رئيس القسم يرفع للمراقب المراقب يرفع لوكيل مساعد وكيل مساعد يرفع للوكيل الوكيل يرفع للوزير على ما يوصل الوزير إما طاح الوزير أو دي الشينا الصيف المراقب خذ إجازة أو إجازة بين يومين طلع طبية يعني بلد مشلول بالكامل أبو فهد أنا ما يصير صراحة في هذا اللقاء أنه في موضوع رايت كبير أنه أطلق عبدالوهاب العيسى ضد سقاط القروض نعم نعم ممكن أسمع له قانون سقاط القروض كان على جدو الأعمال اللجنة المالية وأنا كان لموقف فاضح وصريح منه وما زلت على نفس رأيه ومستمر فيه قانون سقاط القروض قانون غير عادل لا يحقق العدالة بين الناس ولا يفرق بين المستهلك الرشيد وبين المستهلك غير الرشيد قانون سقاط القروض نتيجته راح تكون سيئة جداً على الاقتصاد وعلى الميزانية العامة للدولة وعلى تضخم الأسعار بمعنى لو أنت شاب غير مقترض ممكن ترتفع عليك أسعار بسبب ضخصي ولا عملاقة في السوق هذا راح ينعكس على تأثر كبير سقاط القروض راح يصير تضخم راح يصير تضخم هذا شيء عكي لأنه بالنهاية كل اللي عليه قصد راح علي قصده وأيضاً بالنهاية راح يكون فيه نهم استهلاكي عالي ناس راح تقترض مرة ثانية ما راح يوقف الاختراض فنحن راح نقترض يعني تكلفة تسقاط القروض 14.6 مليار دينار مع الانترست ريت اللي راح ناخده لازم نقترض الدولة ما عندها 14.6 مليار دينار كاش فراح نقترض علشان نسدد 14.6 مليار تكلفة الاقتراض علينا راح تكون 18.6 مليار هذا ليس رقامي هذا رقام ببنك المركزي هذا رقام أكيد أكيد هذا باجتماع لجنة المالية أبي عرف إيه أنت اجتمعته أنا قاعد أقرأ صراحة بالتعليقات أنا منوالك الرقم والرقم هذا مصحيح لا لا الناس عندها في أمر ما هو واضح عند الناس اللي صار باللجنة اللي صار باللجنة ناقشنا هذا القانون بحضور وزير المالية وقيادات البنك المركزي فعنتم لجنة مالية بلجنة مركزية ووزير المالية جدامكم ناقشتوا ناقشنا ناقشنا طبعا أنا مقدم والتالي لجنة مالية لازم تناقشها فأنا وجهت السؤال قلت كم تكلفة هذا القانون على الدولة سؤال مباشر لقيادات لوزير المالية وللمسؤولين في البنك المركزي قالوا التكلفة 14.6 مليار دينار الدولة عندها الفوس لا لا ما عندها فشم رح تسويها تكتر أنا سألتها قلت لها ما عندنا 14 فاصلة قلت لها إذا قريناه في مجلس الأمة أنت لازم تسدد الـ 14.6 مليار لأن أنت ملزم طبق القانون حتى لو معاجبني بس خلط دعا من المجلس وافق عليه والحكومة يعني مشته خلاص انتهى الموضوع فقلت لها من وين بتسدد 14.6 مليار سيقول لي أنا ما عندي 14.6 مليار أنا بهالحالة رح أاخذ قرض وسدد قلت للقرض هذا كم تكلفته سيقول لي تكلفة الاقتراب 14.6 مليار فلما تجمع 14.6 مليار مع 8.6 مليار رح يتجاوز الـ 23 مليار دينار كتكلفة إجمالية اللي هي يمثل أكبر أكثر ميزانية السنة كاملة أكثر ميزانية السنة كاملة طبعا هني رح ندخل في مشكلة ثانية لأنه سقف الاقتراب الأعلى اللي الحكومة أصلا تطالب فيه وإحنا كنا نرافضينا 25 سنة و20 مليار على 25 سنة أو 25 مليار على 20 سنة ما أتكر بالضبط لكن بهذا الرينج فقلت له إذا أنت شوم تقترض من 20 مليار إذا راح 14.6 مليار من 20 مليار ما لسقف الاقتراض للحد الأعلى للكويت ما رح يبقى للدولة في 25 سنة القادمة لأن 25 سنة هي أقصاد الدولة على ما تسدل 14.6 مليار مع 8.6 مليار اللي هي الـ Interest Rate ما للاختراض فقال لي ما راح نقدر نستفيد حتى من الدين العام فهذا كان الرقم هذا الرقم يعني مستحيل أنا أقبل فيه هنا أيضاً النواب قالوا إحنا نسمع بأن الاستهلاكي مليار ونص أو مليار وتسعمية ما تقولون 14.6 مليار يعني النواب دائماً يقولون وطلعوا تقريدة قديمة حق المنك المركزي بأن القروض الاستهلاكية 1.9 مليار ما تجاوب عبدالوهاب لأنك هاتجابة على سؤالي شون جاوبون عبدالوهاب تقولون 14.6 مليار فكان رد القيارات المالية بأن نوعية الاقتراض في الكويت نوعين نوعين من الاقتراض فيه اقتراض يسمونه اقتراض قصير واقتراض طويل الاقتراض القصير قصير الأجل هو الحد السخف الأعلى 25 أف دينار ذو مال السيارة 25 أف دينار على خمس سنوات هذا يسمى استهلاكي بس عموماً بشكل عام يجعلك من المسميات الاقتراض نوعين قصير وطويل القصير اللي يسمى استهلاكي 1.9 مليار أو 2 مليار الحد الأقصى خمس سنوات وتكلفته ما يصير تاخد قرض أكثر من 25 ألف دينار وفيه القرض وفيه قرض السبعين ألف اللي هو الطويل طبعاً يسمى بنياني يسمى سكني يسمى كذا أي أن كانت مسمياته هو طويل بنهاي المقصط فهو سبعين ألف يوصل إلى 25 سنة وإذا أنت راتبك عالي عندك راتب عالي البنك ممكن يسمح لك بالقرضين اللي هو السبعين ألف والخمسة وعشرين ألف فلما صار فيه نقاش أن أغلبية معاناة المواطنين بالمجبل هي بالقروض الضخمة ليس القروض البسيطة اللي هي توتيلها 14 اللي هي 14.6 يعني بالإضافة اللي نحن رح ندخل فيه مشكلة أكبر بأنه ما يصير واحد ما يأخذ قرض خمس وعشرين ألف تسقط قرضه واحد ما يأخذ قرض ستة وعشرين ألف فتسقط قرضه لأنه أنت بجرد ما تطوف الخمس وعشرين ألف رح تكون دخلت فيه في القروض الطويلة فلما درسه والحالة باللجنة المالية بما فيهم النواب قالوا إحنا ما نقدر نجزع القروض إما أنها تكون عامة أو خاصة يعني ما يصير يعني نروح على كل المقترضين أو يعني ما نقدر نروح على شريحة بسيطة خاصة أن أغلبية المتعثرين أو اللي يعانون هم أصحاب القروض الكبيرة فمتع فعليا ما سويت شيء يعني يعني واحد مثلا شاري ساعة رولكس بعشر تلاف دينار لا أسقط قرض أو واحد ممكن رايح علاج ثلاثين ألف ما في أي آلية توضح الكل شيء ما آخر نسقط على منه نشيل على منه ولا لا لا ما في آلية لأن أنت لما تروح ومع الأسف وهذا أمر خاطئ قاعد يصير أنت ممكن تشتري سيارة بسبعين ألف وتقدم فواتير غير دقيقة مشكلة البنك المركزي والبنوك بأنها لا تتابع الأموال بعد القرض بمعنى أنت اليوم خنقول أنت بتشتري سيارة كاشخة بسبعين ألف دينار أنت تروح ويتيب عقد مقاول أنه قاعد يبني بيتك وأخذ سبعين وتاخذ سبعين ألف البنك ما يراغب نشي سواء أي بعد ما تستلم سبعين ألف بعد ما تستلم سبعين ألف لما تدخل الأموال في حسابك لا يوجد مراقبة مراقبة للإنفاق فأنت رحت شريت سيارة أنت رحت كنت فعلا جاد وبنيت الأمر هذا ما هو موجود والناس تعرف هذا الكلام بين الناس أثنين لا يوجد فلوس وما أقدر أدخل البلد في حالة اقتراض بإنترس ريت عالي اليوم تعرف الفدرالي الأمريكي قاعد يرفع الفايدة بشكل ضخم توقع الحكومة تسقطها أو لا تردها بغض النظر هنا في اجتماع لجنة برلمانية واجتماع سري لازم نتناقش على أساس أنها قانون جدي يوافقون هذا أمر ما يعنيني عندك توقع لا أدري صراح أنا لا أدري أنا عقب ما شفت التجارب السابقة يعني ممكن يوافقون عادي ما عندهم مشكلة واضح ما في أي رؤية زين والمنظر بطايع اليوم عبداللهاب العيسى بيقول أنا يا أخي أبي أسقطن قرد ثلاثين والعربين عبداللهاب ما قاعد لهاب بدي وك لا بس خلال أكمل لك أول شيء ليش الاعتراض كان الاعتراض الفني وأنا ما عندي اعتراض سياسي على هذا الموضوع دائما قراراتي سياسية قائمة علي أسباب فنية ولكن شديث تلقاني دائما أتكلف فيها بكل ثقة أنا بشير تبخص و بكل أريحية ودافع وحقك أنت بالنهاية يعجبك ما يعجبك أنا بالنهاية قراري قائمة على أساس فن فغير أن ما عندنا كاش غير أن ما يحقق عدالة غير أن يعاقب من لم يقترض بمعنى أنت الآن عبدالرحمن البداح ما اقترضت وأنت ما دريولك على قد الحافك على سبب المثال وتغطي مصاريفك 14.000.000 دينار في السوق في يوم وليلة غالبا أنت يا عبدالرحمن البداح اللي لم يكن تشغل في الموضوع سترتفع عليك الأسعار وبالتالي تكاليف المعيشة عندك ستكون أعلى بكثير من مداخلك وهذا شيء رسمي أسعار ستصبح بديهي تتذكر مرة الشيخ صباح في 2011 أعطى منها ألف دينار بس صارة دينار ما صار يعني ما فيها أي واحد يقول يهوش يزيد الراتب يعني أي واحد يقول غير هالكلام يعرف أنه يتكلم خارج الإطار الفني وأي واحد يتكلم معي خارج الإطار الفني والموضوعي أقول له هذا حقك ورأيك قولي اللي تريد تقوله لكن أي واحد يتناقش معي في إطار الفني لا أنا رجل يعني لتجربة طويلة في هذا المجال وأعرف ما أقول فعد رحمان البداح اللي لم أخذ قرض ورح ترتفع تكاليف الحياة عليه غالبا رح يضطر عبد الرحمان أن يأخذ قرض لسببين سبب الأول عشان يغطي النقص والعجز اللي صار ميزانية الخاصة في كل شهر بالإضافة إلا أن صار فيه expectation عالي أنه ممكن الدولة تسقط القرض مرة مرتين أو ثلاث فإذا كنا عندنا قروضنا اليوم 14.6 مليار قروضنا رح تقفز إلى 40 و 50 مليار دينار في العشر سنوات القادمة ورح ندش في أزمة اقتصادية تنهار فيها يعني الجهاز المالي في الدولة بالكامل ففيه أمور وايد ما هي زينة مو بس مو زينة خطيرة على البلد خطيرة خطيرة على الاقتصاد لا يمكن في يوم الأيام علشان صندوق المنتخابات أصوت بالموافقة لأن طول عمري ما رح ننام ما رح ننام مرتاح ترلي قاعد تقولها كلام جريء ما رح ننام مرتاح زين غير قاعد يصوت بالموافقة يعني حقهم اللي صوت موافقة ما ليش يغل فيه حقه ما يخاف اليوم إذا النائب أنا قاعد أدري أنه رح تجد الأسعار وادرينا رح تظلم مثلا فيها ناس وممكن هو من وجهة ناظري ولك رح أنا أريح وايد ناس نعم بس بالتالي أنت على كلامك رح تهدم البيئة المالية للدولة كلها أي طبعا 100% وإذا الموضوع معيشة المواطنين أنا معي تحسين معيشة المواطنين شون يعني أنت اليوم هناك قانون جدي كان يناقش في اللجنة المالية اللي هو قانون البديل الاستراتيجي وتم تكليف ديوان الخدمة أن يقدم دراسة لنا خلال ثلاث شهور هذا كنا نماشيين فيه بشكل وايد بشكل وايد بشكل سريع باختصار البديل الاستراتيجي يحقق العدالة بين موظفين القطاع العام هذا راح يخفف من تكاليف الدولة وبنفس الوقت يرفع من مداخيل الناس أصحاب الرواتب أنا أقول لك شون أعلمتها بشكل بسيط بسيط طبعا هو في تعقيدات أكثر بس نحن عشان الصورة توصل أنت لو تكون خريج محاسبة تتوظف في وزارة علام معاشك 1200 دينار وزميلك خريج محاسبة يتوظف في وزارة شعون معاشك 800 دينار أنتو الأثنين قاعد تقومون بنفس الوظيفة ونفس الدور البديل الاستراتيجي يقول يقول موظف المحاسبة في أي وزارة راح يأخذ 1000 دينار مو 800 أو 1200 ماذا يحدث في هذه الحالة؟ ستلاحظ أنه بعد أن نقر البديل الاستراتيجي سترى هناك سبايك في الميزانية العامة تقريبا 350 مليون دينار سبايك الذي سيحدث في الميزانية العامة لكن هذا سيقوم على المدى البعيد للميزانية العامة في بند الرواتب يبرد على تضخمات في بند الرواتب ويحمي الدولة من العجوزات بشكل كبير المحاسبة التي راتبة قليل سيجدفع بو 800 دينار سينزاد ديوان 200 دينار والذي راتبة 1200 دينار لا ينخفض راتبة سيضع 1200 دينار لكن غالبا بو 1200 دينار مع مرور الزمن سيكبر ويتقاعد ويخرج من الوزارة ويدخل موظف جديد يتعين في هذه الوزارة الموظف الجديد يتعين على 1000 وعا 1200 ولا على الثاني فمثل هذا المشروع الرائع لا أدري شيء متفاصيل الى حين 100% بس أتكلم حين على المبدأ من نهاية المبدأ لأن هذا قاعد يحسن معيشة المواطنين أصحاب الرواتب المتذنية وما قاعد يضر بالمواطنين أصحاب الرواتب العالية بالإضافة إلى أنه يحقق العدالة بين الناس فبالتالي تعرف أنت أكثر الطلبات التي تلتنا كنواب انقلني من هالوزارة إلى هالوزارة لأنني في مميزات أحسن فبالتالي إيرات المتذنين بشرة أنا رح أشيط طبعا فشنو؟ بعدين في مشكلة أكبر من الموضوع المالي موضوع الكفاءة بمعنى إذا أنا كفاءة وعندي واسطة ما رح أقبل أني أكون محاسب في وزارة شعون أبي أكون محاسب في وزارة الإعلام ليش؟ أنا فيها فرق 400 دينار بالراتب فشنو يصير؟ يصير فيه تكدس في وزارة الإعلام فكفاءة المحاسبين في وزارة الإعلام تنخفض لأن الشغل يسوينا ثلاثة سيسوينا ثلاثين وبالتالي سنعكس سلبا على كفاءة الإدارة نفسها والعكس صحيح لا يوجد أحد في وزارة شعون يبي 800 دينار وغالبا هذا محبط وما يبي داهم وراتب قليل يتركها فشنو يصير ليش جهاز الحكومي كله سيء فأنت البديل الاستراتيجي يحسن من مستوى معيشة الناس أيضا أنا أكبر داعم لزيادة مداخين الناس من خارج الميزانية العامة للدولة وهذا أكبر طريقة تصلح فيها الاقتصاد لأن أنت بكل بساطة عبد الرحمن إذا السوق الكويتي حجمه ثابت ومداخيل الناس تزيد مثل ما صار في الكويت في آخر خمس ساعة سنة رواتب الناس قاعد تزيد من وين قاعد تزيد ليس لأن الاقتصاد قاعد يكبر لأن الحكومة قاعد تدفع زيادة تعلي الرواتب ولكن حجم الاقتصاد قاعد يزيد ثابت فشنو النتيجة النتيجة بأن صح الرواتب أكثر لكن مستوى المعيشة ينخفض والأسعار ترتفع يعني على سبيل المثال الذي عايش اليوم معنا براتب 1200 دينار عايش في حالة معيشية أسوأ من المواطن الكويتي الذي كان معنا في الثمانينات براتب 650 دينار صحيح فهذا دبلنا راتبة لكن ليس مرتاح والذي كان بالثمانينات 650 كان راتبة نص راتبة لليوم لكن كان مرتاح ليش لأن الموضوع ليس المسج الذي يوصل لكم من البنك تم إداع الراتبة بالرقم هو بالقيمة قيمة الراتب ليس برقمة قيمة الراتب ينخفض عند المواطن الكويتين بشكل كبير لأن تزيد تدفق أموال في سوق سقير وهذا الدور كنت اليوم كان عدد أن تجد حلول لهذه الأموال فإحنا ما يجب أن نفعله؟ نحن باختصار يجب أن نكبر الاقتصاد ونزيد إرادات الناس من تضخم الاقتصاد فنعكس إرادات الناس على إنتاجية الاقتصاد ما سيحدث؟ سيحدث أن الأسعار لا ترتفع بالعكس تنزل لأن تزيد المنافسة إذا كان الاقتصاد تنافسي وإرادات الناس تزيد فالمواطن نحس أنه مرتاح إرادات تزيد والأسعار تنزل كيف يتحقق هذا الأمر؟ عندما الاقتصاد يكبر ونعزز المنافسة فالشركات ستبدأ تنافس على سعار بالإضافة إلى أن ننشئ شركات مساهمة عامة نعطي المواطنين أسهم ومنح يعني أنا أعطيك مثال أنا أقدر تحرام تشير بس نائب الله لا يقوله الله لا يقوله اليوم عندك الحلول تشرح هذه المصطلحات الله لا يقوله وما رح أقبل مثلا أنت عبد الرحمن دعني أقول أنا أقدر أزيدك 100 دينار على راتبك في نهاية السنة كم رح يكون زيادة 1200 صح؟ من الميزانية العامة أنا أقدر أعطيك أسهم في الشركات الجديدة التي سننشئها في الدولة بقيمة 1200 تحقق لك عوائد 1200 دينار سنويا على أساس منح سنوية بالنهاية بالنسبة لك كمواطن هي نفس الشي هذه 1200 وهذه 1200 لكن 1200 يتيم من القطاع العام من إرادات النفط في السوق سقير انعكاساتها سلبية عليك لكن منح الأسهم المجانية التي تعطى للمواطنين وتحريك العملية التجارية في الكويت والكلام كله الذي قلناه لا سأرد عيده هذا ستصبح 1200 لها فايدة أعلى وتكاليف المعيشة في الكويت صارت أقل يعني هذا بشكل جيد عبدالله أبقى تكلم عن اقتصاد وفلوس وجدامكم في المجلس رواتب استثنائية الوزراء يبزينوا الرواتب من 6000 ما تستعرق دينار وذكرتها وقف جدام بهذه السال فشون صار هالمنشي جدامك كنت اليوم كان تكلم عن اقتصاد وتكلم في وادي هما رايحين الوزراء في وادي طبعا غير مقبول غير مقبول أنه في حالة معيشية صعبة يعيشها المواطنين أنا أقر فيها وقاعد أسعى لني أعالجها بالطرق اللي توني شرحت لك بالمقابل قيادة العليا في الدولة تأخذ رواتب استثنائية 6000 دينار وليس الوزراء الوزراء هذا غير مقبول من المعيب هاي يقول لك لاذا نحن محتاجين KPIs معينة أنا ماني ضد أن نحن نعطي الوزير مكافأة مالية سخية بالعكس أصلاً أنا أقول لك معه أن نحن الوزراء مكافأة مالية سخية لكن بشرط أن تكون مرتبطة ب KPIs معينة لها مؤشرات في حجم الاقتصاد بونس تبعي البونس بونس مرتبط حجم اقتصادك أنت اليوم كفريق حكومي قاعد تضخم الاقتصاد وتزيد إرادات الناس بالمنح والأس والتي شرحتها تستاهل البونس ليس 6 ألاف أعطيك 60 ألف بس لازم يكون في KPIs معين ميسر الدولة في حالة انحضار مالي والاقتصاد قاعد ينكمش وأنت قاعد تعد هذا كلام يعني غير مقبول أبداً وغير منطقي واحد الثاني النواب لا يجوز أنا أراقب على وزير أنا أحاسب الوزير أنا أملك صراحية إقالة الوزير من منصبه كيف أطلب مني يمشي لي راتب راتب الاستثنائية ما تأتي بقانون تأتي بقرار من وزير أنا أقدم كتاب حق وزير تجدت كلام عن راتب تنائي للنواب للنواب فهذا أمر غير مقبول وقاعد يسير لا من حقك حقك تأخذب القانون ما تأخذب قرار وزير ما تأخذب القانون أني في القاعة تصوت هذا حقك لكن مو من حقك أنك أنت حتى لو كان الإجراء قانوني ما يصير أنا اليوم أحاسبك وأطرح الثقة فيك إحنا يومنا استجواب الشيطان إحنا أنا شو أطرح الثقة بالشيطان وسبوع اللي فات موافق لي إنه مشي لي راتب استثنائي بدل حياة حتى لو كنت منائب ممكن يفاوضك فيه وإن شاء الله محشومين النواب ومحشوم إن شاء الله الشيطان من أن يروحوا بهذا الأمر لكن أنا ما أتكلم عن النواب اليوم أتكلم عن النواب المستقبل ما يجوز ولذلك تقدمت ومجموعة من النواب بلغاء رواتب الاستثنائي لغاء المدى الثماني من قانون التأمينات اللي تعطي صلاحية للحكومة فهذا الأمر إحنا شغالين عليه وكله بالنهاية قائم على مبادئ معين أنا مؤمن فيها سواء على القيادة العليا أو على مواطن أو على تاجر أو على شيخ أو على أي إن كان هذا خطي سياسي هذا خطابي وهذا أساس قرار ترشحي في الانتخابات أنا ترشحت الانتخابات المرة السابقة لأن في يقيني أني بل ومن واجب الوطني أو واجب أي مواطن أن يقدم شيء في الخدمة العامة سواء مجلسومة أو غيرها يعني خدمة الكويت مو محصورة بعضوية مجلسومة لتكون دولة أي لتكون دولة ولكن كل ما ذكرت مرخص هذا ما هي الدولة التي ننشد ولا تواكب شكل الدول المتقدمة لتكون دولة جديدة حديثة عصرية تواكب السباق في الأقليم التحديات اللي جاية في المنطقة قبل كنا على أساس تعاوني لأن عندنا كلنا نفط فائض وعندنا شعوب قليلة في العدد وعندنا فوائض مالية وعندنا اتفاقق بك فما أنت نافس فيما بيننا ما أنت نافس بيع نفط كل واحد يأخذ حصته نعطي شعوبنا والفوائض عشرين ضعف حاجة شعوبنا وحاجة تكاليفنا اليوم العيال كبرت العيال زادت تكاليفنا زادت إحنا وكل دول منطقة ولذلك قادة وخطوات صلاحية ضخمة في هيكلهم اقتصادي وإحنا وإحنا أيضا يجب أن نكون يعني في خضم هذا الحراك التنموي والتنافسي في المنطقة الله تكرافع يا بلوهاب صراحة من أكثر حلقات الفنية الاقتصادية اللي قيت فيها حلول الله يسلم معناك الكلام ممكن يزع الوائد ناس قصة بموضوع القروض ومعاشات الستثنائية لكن تكتكلم على دولة بناء دولة ما هو مو توزيع فلوس أنا أقول القناعاتي وأقول اللي أنا مؤمن فيه وأقول اللي الله إن شاء الله بيحاسبني عليه وبالنهاية القرار مو بيتي أنت صراحة اليوم أقناعتني أعلى الله يجزاك القرار بيدي الشعب الكويتي أنا اللي علي عندي تجربة سابقة الناس تقيمني عليها وأنا اليوم أخوض الانتخابات وأحرط لها في الإعلام وقاعد أقول شنو راح يكون خطي في المستقبل وأترك الأمر للشعب الكويتي هو من يقرر الله يوفي الله يطوله أجزاك الله خير إن شاء الله نشوفك في مجلس مدة أطول إن شاء الله إن شاء الله الله كريم الله كريم إن شاء الله الله يطوله بعمرك شكرا شكرا شكرا